أحالت بلدية الكويت مشروع تقصيص موقع مدينة جنوب صباح الأحمد الذي تقدمت به المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبمساحة إجمالية تقدر بـ 61 كم مربع لتوفير نحو 25 ألف وحدة سكنية إلى المجلس البلدي لدراسته وإقراره وفي سيقم مختلفة أعلنت بلدية الكويت أن إجمالي عدد طلبات حجز مواقع التخييم التي تم ترخيصها بلغت أكثر من 4366 طلبا في حين تم إصدار نحو أكثر من 2800 ترخيص رسمي من إجمالي عدد طلبات الترخيص التي تقدم بها الراغبون في إقامة مخيمات ربيعية خاصة في محافظات الفروانية والأحمد والجهرى وهي المحافظات الثلاث التي تضم المواقع التي حددتها البلدية بقرارها الخاص بتنظيم عمل المخيمات الربيعية ترجمة نانسي قنقر